ماجد أنتقل إليك أيضا نتابع معك آخر التطورات المتعلقة بهذا التصعيد وإن كانت هناك أي تصريحات جديدة من قبل الحكومة العراقية نعم كما كنت قد أشرت في النشارات السابقة بأن الحكومة العراقية ستدين هذه ضربة الجوية وبالفعل الآن صدر بيان رسمي من قبل الحكومة العراقية تشير فيه تؤكد الحكومة العراقية أنها تتعامل عبر قنواتها الأمنية بكل صنوفها ومستساتها الدستورية وسلطاتها القانونية كافة بحزم أزاقيا بعض العناصر بالاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي تواجدت فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة وقد سبق أن تم تشكيص هذا الاعتداء على أنها أعمال أدائية تمس بسيادة الدولة العراقية ومن غير المقبول أن ترتكب وفق أي ضرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر وفي الوقت نفسي تديني الحكومة العراقية ما جرى فجر اليوم الثلاثاء من استداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي تحت عنوان الرد وأدى إلى مقتل منتسب وإصابة ثمانية عشر آخرين بضمنهم مدنيين وهو فعل عدائي واضح وغير بناء ولا يصب في مسار المصلحة المشتركة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وبغداد ويعمل بالضد بما هو معلن على رقبة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقة مع العراق ونؤكد أن هذه الخطوة تسيئ إلى العلاقة الثنائية بين البلدين وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي وهي قبل كل شيء تمثل مساس مرفوض بالسيادة العراقية لقد نجحت قواتنا الأمنية في بسط الأمن والاستقرار بربوع البلاد وتحقق الانتصارات على إصابة داعش الإرهابية التي لم تعد تشكل تهديدا للأمن الوطني العراقي وبالتالي فأن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من أولوياتنا الأمنية والستراتيجية ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحققه وترسخ عبر آلاف التضحيات العالية إذن هذا هو البيان الذي صدر الآن من قبل الحكومة العراقية بخصوص ضربات الجوية الأمريكية التي تمت فجر اليوم باتجاه مقار عسكرية تابعة لفصائل مسلحة مسؤولة عن الهجمات باتجاه قوات التحالف الدولي في العراق كما شرت بأن البيان تضمن بأن الحكومة العراقية ملتزمة بملاحقة مطلقي هذه الصواريخ إن كان باتجاه البعثات الدبلوماسية أو القواعد العسكرية العراقية حيث يتواجد فيها مستشارون من قبل قوات التحالف على رأسهم الولايات المتحدة وأدان الضربات الجوية وتحدث بأن هذه الضربات تسيء إلى العلاقة بين بغداد وواشنطن وبينها ستؤخر عملية الحوار الذي يجري ما بين الطرفين لإنهاء وجود قوات التحالف على الساحة العراقية إذن هذا هو الرد من قبل الحكومة العراقية حول الضربات الجوية وكما كنت قد أشرت بأن هذه الضربات تمت فجر اليوم وأدت إلى مقتل شخص وإصابة ستة من الفصائل المسلحة وإصابة اثنى عشر شخصا من منتسبي القوات الأمنية حيث هذا المقر هو بالقرب من المعسكرات التي قصفت من قبل الجانب الأمريكي كانت الولايات المتحدة قد أعلنت على لسان وزير الدفاع بأن هناك هجوم تم مساء يوم أمس بالقرب من مطار أيربيل حيث هناك قاعدة للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي أدى هذا الهجوم لإصابة ثلاثة من القوات الأمريكية الولايات المتحدة لطالما تحدثت مع بغداد بسبب الهجمات التي تجاوزت المائة هجوم من قبل هذه الفصائل بأن الولايات المتحدة لن تتهاون إذا ما كان هناك ضحايا أو مصابين في صفوف قوات التحالف الدولي وهذا الهجوم أو الضربة هي الضربة الثانية الضربة الجوية الثانية خلال شهر للولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي العراقية الضربة الأولى كانت قبل شهر أيضا في محاوظة بابل وتعديدا في منطقة جرف الصخر أدى ذلك الهجوم إلى سقوط سبعة قتلة من الفصائل المسلحة وعلى ما يبدو بأن التوتر سيبقى مستمرا بين الفصائل والولايات المتحدة في ظل سعي الحكومة العراقية برئاسة محمد الشيع السوداني إلى تخفيف التوتر الحاصل من خلال تأهد الحكومة بملاحقة مطلقي هذه الصواريخ والطائرات المسيرة وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت قبل ثلاثة أسابيع من الآن بأنها قد تمكنت من اعتقال ثلاثة من منهاجم السفارة الأمريكية من خلال أطلاق صواريخ باتجاه السفارة بهذا أسألك يا ماجد الآن الوضع الأمني في محيط السفارة الأمريكية بعد هذا التصعيد نعم الوضع الأمني الولايات المتحدة تقريبا منذ ثلاث سنوات بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهد المهندس وقبل ذلك من محاولة اقتحام السفارة من قبل مناصري هذه الفصائل اتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات تمثلت من خلال تنسيق مع الحكومة العراقية بقطع الطريق المؤدي باتجاه السفارة وهناك فقط حاملي باجات المنطقة الخضرية يسمح لهم بالمرور بالقرب من السياج التابع للسفارة الأمريكية وأيضا تم تعزيزها من خلال قوات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب وتم نصب منظومة دفاع جوي استطاعت هذه المنظومة خلال أكثر من أربع سنوات بإسقاط العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة التي كانت تستدف السفارة الأمريكية وأثناء تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد الشياء السوداني كان هناك هدنة ما بين الفصائل وإن كانت غير معلنة ما بين الفصائل المسلحة والجانب الأمريكي استنفت هذه العمليات بعد حرب غزة لكن التطور كان اللافت هو أن تقوم هذه الفصائل باستداف السفارة الأمريكية بعدة صواريخ قبل تقريبا أيام من الآن وما دفع الحكومة العراقية لإدانة هذه اللجمات وقامت باعتقال ثلاثة من منفذي مطلقي الصواريخ وأيضا هذه الفصائل ذهبت إلى أبعد من استداف القواعد العسكرية فقط أريد أن أذكر بأن القواعد العسكرية هي ثلاث قواعد موجودة يتم استدافها منذ حرب غزة هي قاعدة فكتوريا في مطار بغدار الدولي أو بالقرب من مطار بغدار الدولي وقاعدة عين الأسد في محافظة الأمبارو وتعتبر من أكبر القواعد العسكرية وهناك قاعدة حرير في أربيل وبالقرب من مطار أربيل هناك مقار للدعم اللوجستي أيضا يستهدف